مياري الشريف اللي كنا روحنا لخبر بتاعها مياري الشريف بنت النادي الاهلي طبعا خدت بطولات الفترة اللي فاتت كبيرة اوليها لحضراتكم بس تركت في التصنيف العالمي وصلت للمركز 128 وده تصنيف جيد جدا جدا في التنس الارضي مياري وصلت للتصنيف ده بعد ما حققت انجازات كتير واللي كان اخرها فوزها ببطولة شارلستون الدولية في امريكا وفضية بطولة كناريا لاس بالمس بأسبانيا كل البطولات دي عملت رانك كويس جدا لمياري نجمة النادي الاهلي هي اول مصرية في التاريخ توصل للدور الرئيسي في بطولة مهمة جدا في جراند سلام وهي رولان جاروس في باريس والمفتوحة وتفوز فيها بمجموعتين كمان يعني مش راحت بس مسلت يعني تمثيل شرفي لأ ده خرجت وبشرف بعد ما كسبت مجموعتين ده بالاضافة انها اول مصرية تتقاهل الالومبيات في التاريخ مياري الشريف الحقيقة بتحط اسمها من دهب في التنس الارضي نتمنى التنس الارض عندنا امكانيات وعندنا البنية التحتية وعندنا اللاعبين وعندنا كل شيء نتمنى ان شاء الله ان ميار تفتح السكة زي محمد صلاح ما فتح في الكرة تموحاتنا وفتح نفسنا ميار بتفتح نفسنا وكده الرابط 28 مركز للمئة العظماء في التنس الارضي ميار احنا معاك وربنا يوفاك وان شاء الله تبقوا دائما ابدا زي ما انت ماشي واجهة مشرفة وسفيرة للبنت المصرية يعني سفيرة على حق للمرأة والبنت المصرية طيب هنروح للسباحة احنا زي ما قلنا ابطالنا النهاردة ابطال سباحة والسباحة كمان بتحقق انجازات كبيرة جدا الاهلي يتوج بالدرع العام لسباحة المياه المفتوحة بشرم الشيخ النادي الاهلي حقق لقب بطولة الجمهورية لسباحة المياه المفتوحة بعد ما فاز بالدرع العام للبطولة اللي تلاعبت في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 26 لـ 30 نوفمبر اللي الفات الاهلي فاز بالدرع العام بعدما كان حقق أغلب كؤوس البطولة فهنلاقي أن الأهل فاس بالمركز الأول في مرحلة تحت 16 سنة نشئين ونشئات وكأس تحت 18 سنة نشئين ونشئات وكأس مرحلات العمومي سيدات وكمان حققنا المركز الثاني في سباب العمومي رجال و 17 سنة نشئات والمركز الثالث في المحرارة 18 سنة نشئات و 19 سنة نشئات الحقيقة زمان أنا يعني مش قاد رحصي كؤوس والبطولات وكل سنة على فكرة إحنا بهذا الشكل السباحة قطاع كبير جدا في النادي الأهلي بيدم مئات السباحين عشان توصل تبقى سباح في النادي الأهلي بتعدى على اقتبارات كبيرة جدا عشان تقدر تكون سباحة وتمثل النادي الأهلي ومنه إلى منتخب مصر وهنتكلم باستفادة عن السباحة مع ضيوفنا إن شاء الله هنا جودة طبعا لعبة تنس الطولة صاحبة الخمستاشر سنة أو الاربعتاشر سنة تواصل تصدرها التصنيف العلامي لنشئ تنس الطولة الاتحاد الدولي تنس الطولة على تصنيف اللاعبين عن شهر 12 اللي احنا فيه واللي شاهد طفرة في مراكز لعبين فلو رحنا لتصنيف الناشئين هنلاقي هنا أو ناشئات هنا جودة بتتصدر التصنيف العلامي تحت 15 سنة هنا جودة رقم واحد على العالم 15 سنة ناشئات وبتحتل المركز الاربعة وثلاثين في تصنيف 18 سنة كمان يعني السن الأعلى منها الاربعة وثلاثين على اللاعبات الصينيين خلي بالكو الصين اللاعبات يعني دايما في أي event كده أو أي مرحلة سنية تلاقي الصينيين واخدين أول 10 أو 15 مركز هنا جودة عدت كل ده واخدت المركز الأول هنا جودة الحقيقة يعني محتاجة دعم قوي جدا من الدولة عشان نحافظ عليها والحقيقة الدعم موجود واستمراريته موجودة وهنا حاسة بالكلام ده ولولا هذا الدعم ما كانتش هنا هتتصدر المشهد بالشكل ده ولو رحنا للتوأم مروى ومريم الهضيبي هنلاقيهم في المركز التسعة عشر والواحد وعشرين على الترتيب في التصنيف العالمي للعبات تحت واحد وعشرين سنة مركز التسعة عشر والواحد وعشرين مركز متقدم جدا ولازم نقول حاجة أن السلاسي كان قدر أنه يساعد الألف الفوز بتويت الجمهورية تحت واحد وعشرين سنة واللي حققنا فيها الفوز على الجزيرة على الجزيرة الورد من نتيجة تلاتة سفر طبعا تنس الأرض يعني عاملين طفرة كبيرة جدا تنس الأناسي في تنس الطاولة طفرة كبيرة جدا والحقيقة زي ما احنا شايفين مستقبل التنس الطاولة الحقيقة لقطاع الناشئين والناشئات ماشي بخطة سبتة عشان يدعم الفريق الأول هنروح طبعا هنفضل في تنس الطاولة دينا مشرف نجمتنا والمحترفة في ألمانيا طبعا بتتصدر التصنيف الأفريقي دينا مشرف لعبة منتخبنا الوطني الأول لتنس الطاولة ونجمة النادي الأهلي المحترفة دلوقتي في نادي لنجش تاد الألماني احتلت صدرات التصنيف العربي والأفريقي للعبات تنس الطاولة عن شهر 12 دينا جات في المركز الأول بعد ما احتلت المركز 35 عالميا بمجموع 625 نقطة وسيطر للعبات الصينيات طبعا على المراكز يقولها طبعا زي ما قلت لكم لعبات الصينيات دينا هي أول مصرية تحترف الدوري الألماني للتنس الطاولة دينات أهلية الأنبياء التوقي وكمان ولسه مشاركة في بطول الكأس العالم ونتلعبت بداية الشهر اللي فات في الصين وكنا جبنا أخبارها وكنا جبنا أخبارها طبعا مع حضراتكم